صباح الخير او مساء الخير اي ان كانت سوقية اللي انتو ستسمعه في الفيديو. اه برحب بالمشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت رسه جديد تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لمواريد برج العزراء. اه انت ايه? والشريك ايه? انت شايفك? انت قافل على مشاعرك. انت قافل على قلبك. اه طاقتك الاول انت بتبص اه بتبص على حياتك ممكن تكون قبل كده. بتبص على حياتك او بتبص على الوضع. يعني ممكن انا شايفك اه في وضع يعني ممكن اسميه بينهار يعني. اه دي الصاقة اللي موجودة قدامي حاليا. اه فانا شايفة طاقتك انت العم يا برج العزراء بتبص عليه و اه انت نفسك تنتصر. انت كنت في علاقة حب حلوة جدا. انت عايزها ترجع تاني. بتحاول وبتجاهد ان العلاقة دي اه ترجع تاني. هو ده دي صاقة اللي موجودة بتاعتك في الفترة الحالية. الصاقات اللي موجودة في القراءة قبل ما انت اه انا شايفة معاك الصاقة النارية. كتير. الهوائية. اه النارية الهوائية. اه والمائية. بسيط معاك ترابية. يعني اولية الاوية. الابراج اللي موجودة اه شايفة برج الدلو برج السرطان. اه برج الجوزيق. اه برج العزراء انت ممكن تكون شريكة كمان عزراء. برج لو شفت اي حاجة تاني برضو هقول دي الطاقات الموجودة والابراج اللي موجودة. انا شايفك اه حاليا كمان انت انت غامض. انت يعني انت عندك سكون غريب في الفترة دي يعني. انت زعلان. اه شايفة فيه رحيل. اه شايفة فيه حياة يعني اه يعني فيها يعني بسانهار. اه انت سايبت اه عندك حاجات ممكن تعملها. اه بس انت ممكن تكون مستني. مستني الطرف التاني تشوف هيعمل ايه? مستني تشوفه هيقدم ايه? انت عندك اللي تقدمه. مستني تشوف الطرف التاني عامل ايه? وانش عايز تشوف اي حاجة تاني غير كده. يعني انت حاطف اه ان الصرف التاني. اه هو اللي لازم يعمل حاجة للعلاقة. اه انت تفحق اه منه كده. اه يعني انا شايفك هنا كمان اه عايش يعني الوضع بتاعك وضع ممتاز جدا يعني. انت عندك تعب اه. اه بس انت مش مبينة. يعني انت مخلي نفسك اه في وضع الكوين. اه شخصية قوية. اه بتقدر تسيطر. بتقدر اه تفكر كويس. اه. اه. يعني حاسس ان انت تقدر اه تدري العلاقة بشكل كويس. اه. ممكن كمان اه. يعني تكون بتتعامل مع حد مع شريك يكون مندفع او متهور. اه. لكن انت شايفك برج العزراء بالنسبة متزوجين شايفك قادر تسيطر على الوضع في العلاقة. اه بشكل كبير. يعني هادي وراكز وعائل حاجات كتير كده كلها حلوة. اه. في نفس الوقت انت في حاجة تجملك. لو الحاجة دي ما تنفذتش. انت قايل انك انت هتخذ كل حاجة وتمشيك. لو الحاجة اللي في جمالك دي ما تعملتش. يعني انت عايز اه يعني ديك طلبات او اه او 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 في حاجات معينة عايز تشوفها من الشريك معاك. انت قايل لو ما تعملتش انت هتمشي. اه الحاجة دي انت بتتمنيها. يعني انت انت حاسس ان نجاح العلاقة هيكون بوجود يعني بتفليح الشريك في الحاجة اللي انت شايفه غلط فيها. او ان انت تنهي العلاقة وتمشي خالص. اه شايفة هنا للبعض من نقو فيه. اه ممكن يكون فيه طرف تالت. فيه طرف تالت. اه فيه الطرف تالت ممكن يسبب بهدم العلاقة دي. اه فيه هموط في العلاقة دي. يعني ممكن ان انت او او الطرف التاني مش مش قادر يتوصل لحاجة لحاجة اساسية في موضوع الطرف الثالت ده. اه لكن فيه طرف طرف تالت ممكن يتسبب اه في هدم العلاقة دي. اه نشوف الطرف التاني ايه تفكيره? الطرف الطرف التاني. انا شايفه بعد. بالنسبة المتزوجين. انا شايفة الطرف التاني بعد. عايز يفكر. بعد وندمان. ندمان على زواج وعلى اسرة وكده. وممكن يكون مسافر. ممكن تكون انت من بلد ومو من بلد. او كان اه اه وكأنه بعد او مشي بس مهزوم. يعني مهزوم وحاسس اه حاسس بخسارة. اه العلاقة او عند بعضكم العلاقة فيها طرف تالت. اه فيها حد بيدافع عن نفسه. عن مشاعره. عن بيته. عن حياته. اه فيها حيرة. اه وفيها غموط كتير. يعني كتير ممكن يكون فيها شكوك. اه ممكن الثرف التالت داي يكون عندك انت يا برج العزراء. والحبيب عندك او الشريك يكون بيشك او بي او او حاسس او انت تكون بتشك فيه او حاسس بحاجة. فيه ايوة خداع فيه غموط. اه فيه طرف تالت. اه 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 الشريك كمان انا شايفيه حذر. يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية فيه حب. اه في حب. اه بيفكر فيه كتير. اه بيفكر في حل للعلاقة دي. اه يعني انتوا تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لكم كتير علاقة علاقة روحية بينكم قوية. اه بس بعضكم يعني انا اسفى برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك. انت بعت انت ودرت انت آآ آآ خدعت الشريك زعلان آآ تعبين بيدفع عن نفسه آآ بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض آآ برج العزراء انت او هو الشريك شايفة كده انك انت آآ غدرت بحب آآ بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة فيه طرف ثالث يا جماعة في العلاقة اللي آآ النصيحة بتاعتك آآ آآ يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك آآ محتاج آآ تشوف الامور آآ بشكل اوضح آآ تفكر بحكمة وعقل آآ تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غموض كتير في حاجات مش معروفة آآ مش معروفة كتير. هنا بيقول لك انك آآ آآ بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش آآ هتعرفها. يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين من مواريك برج العزراء. الكراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تقطك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض آآ ممكن للبعض يكون الثرف الثاني او الثرف اللي انت منفصل عنه. آآ يكون يسافر او تكون في علاقة تحب مع حد مسافر بس انا شايفة اه رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العزراء مطلقين ومنفصلين. اه شايفك اه في الوضع الحالي اه في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني مش في الوضع الحالي في الماضي. القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله. الماضي انت اه يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تساهم كتير. اه شايفة اه طرف دايد. شايفة فيه غادر. اه شايفة اه طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفة خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب. اه لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرد بها. اه كمان اه انت كنت اه يعني ازي ما تكون ماشي العلاقة بالاا بالطبر. يعني مش اكتر. يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة. اه انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن ده حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين. او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. اه شايفكم تفوضع متكتف. اه ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر. يعني في الغالب هي سرقة. ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر. سرقة عمر. سرقة اه اه حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرص بتكون اه سرقة بس مادية. اه في الوقت الحاضر انا شايفك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء. عندك حمل كبير مضبوط اه واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها. بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والسئيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة. اه ببص على الماضي. اه شايفة بعضكم بيبص على الماضي وبستني علاقة من الماضي والبعض الثاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل. خالص يعني لقدام لقدام. ده وضعك الحالي. بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي. اه وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط. ممكن يكون بعضكم اه عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفة برضو هنا انت بتتيج الماضي. يعني انت مجي دهرك في الماضي اه وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر اه ممكن بعضكم يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في العلاقة الجديدة دي. اه شايفة للبعض منكم منصفين مطلطين شايفة في علاقة الزواج. اه شايفة في زواج كزا كرت الزواج. شايفة في رجوع. اه شايفة في انهاء علاقة. اه كانت صعبة جدا بالنسبة لك. يعني انا شايفة في هنا يعني انت مريت بالزيس في علاقة فيها خدعة فيها سرقة. اه فشايفة هنا انت بتقرر في ان هي علاقة او في علاقة انت مش عايز تريع لها. اه الطرف التاني بالنسبة اه هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز تارف هو بيفكر في ايه. اه المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب. اه يعني رومانسية جدا يعني فيها حب اه تفاهم اه يعني فيها حاجات كتير انت كتمنها وممكن دي تكون رجوع على فكرة. لاني شايفة اه اللي بعدها اه شايفك منتصر. منتصر والانتصار ده اه واضح لكل الناس. يعني مش انتصار بينك وبين نفسك اه بينك وبين الشريك. لا انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين به وفخرين بالانتصار ده يعني انا شايفة نفس كتير بتهنيك. بتهنيك على اه زواج ارتباط اه او رجوع في الطرف التاني. اه وممكن يكون رجوع الطرف التاني لان انا شايفك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه. شايفة وضعك هيكون مستقر جدا. اه في المرحلة اللي جاية. شايفة وضع مستقر اه يعني اه بعد كتير لغبطة انت هتقدر اه يعني تسيطر على خياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خيات تاني لا. انت واقف وعارف انت تتعمل ايه وكمان كأنك عرفت ايه اه كأنك عرفت اللعبة فتتلاقي بازاي. يعني خلاص انت بقيت ساكت وبقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك. فانت مش هيتضحك عليك تاني بني بيلك انت يا برج العزراء. اه الطرف التاني انا شايفة يعني اصل على مشاعره مش اه مبين ان هو يعني مش عايز يتواصل اه او اه بس الصرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكو هو يكون عايز العدل معك. يعني عايزك تفتر بعقلك وتاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال ان ممكن يكون بعضوكو في انفصال. اه بس من غير طلاق. اه وعلى فكرة هو اللي بعضوكو عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سعلا بيشتغل على حاجة في العلاقة. اه كمان اه في حب عنده. عند حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني. اه وبيشتغل على العلاقة وفيه ممكن يكون في حاجات بيعملها اه بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل. المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لأ. اه في طرق كده مش مباشرة لكن في حب. اه في حب وفي اه وفي يعني طرف بيطلب بال بالعدل. وفي ان هو مسيطر على مشاعره ومسيطر على قلبه. اه علشان ما يزهرش ضعف. ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لأني في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون فيه رجوع بس الطرق تانية غير اه مباشرة. النصيحة تعطيك بالنسبة. اه لبرج بالنسبة لبرج العزراء. اه. انت عندك بداية جديدة. في علاقة انتهت. ديس لالا. اه. في بعدها بداية جديدة. اه. حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك. حاول تكون غامض. اه. حاول تكون بتسيطر على مشاعرك. اه. الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش. اه. اه. اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده في الكاهنة اللي هو انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك اه. مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد. وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط. يعني ما تبقاش واضح قوي كده. لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بهم لنفسك عشان دايما تكون اه. اه. يعني جذاب لل اه للطرف الثاني. اه. الابراج اللي موجودة يعني هقول الاول الثاقات اللي موجودة. الثاقات اللي موجودة في الطاقة النارية. طاقة مائية. اه. هوائية. كتير عندك هوائية. والطاقة الثرابية. الابراج شايفة معيك الصور. شايفة معيك اه. الميزين. شايفة معيك. اه. السرطان. الاسد. اه. العقرب. اه. ابراج كتير موجودة معيك. اه. برج العزراء. دي الابراج اللي انا شفتها هو برج الحمل كمان موجود معيك. برج العزراء زيك موجود معيك. اه. بتوفيق للجميع ان شاء الله. اه. ونروح للعازلين والغير مرتبطين من برج العزراء. الكراءة. اه. كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازلين والغير مرتبطين. اه. ماضي حاضر متقبل. انا شايفك في الماضي انت اه. يعني كنت حد مبسوط قوي. سعيد. فرحان. اه. كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكو. اه. ممكن تكون اه. كنت اه. يعني طرف تلت في علاقة حب. انت تكون فيها طرف تلت. او في علاقة حب. اه. دخلها طرف تلت. لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط. كنت سعيد. اه. عايش حياتك بشكل كويت. اه. اه. حبيت شخص شايفة فيه في حياتك شخص. انت كنت عايز تفوز به. فعشان كده كمان ده بيأكد وجود صرف التالت. انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده. اه. اه. شايفة البعضكو العلاقة دي اه. اتهدد. احتمال اتهددني يعني من بدايتها. اه. في كتير يعني في كتير غنط في القراءة بتاعتكو يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف طيب. التقات الموجودة انا شايفة تقات نارية موجودة معك كتير في القراءة بالنسبة للعاجبين وغير المرتبطين. النارية كتير جدا معيك. والترابية والهوائية بسيط وفي مائية. الابراج اللي موجودة معيك عقرة حمل اسد. آآ سور آآ عزراء آآ 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 جاي لك كتير آآ آآ. ابروك كتير موجودة فراثان. المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة. آآ فيه انسحاب وفيه رحيل. آآ شايفة صرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي. آآ وبعدها كان فيه الانفصال او انقطاع العلاقة. آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل. يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها. حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني. آآ شايفة الصرف الثاني آآ يعني بسس له قدام غير واجهته وقدى ظهره يعني يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة صرف الثاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انتهت بسبب كده ان هي في حاجة اتعرفت. في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة لناس حواليتها. آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انت تشايل حمل كبير جدا فوق طاق طاق. آآ يعني بتحب الطرف الثاني ده. في عندك حب كبير جدا لي. آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باطس على العلاقة وباطس على كل اللي كان بيحصل فيها. عمال تفتكر في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك. آآ في عندك علاقة حب جديدة. آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي بتكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك. آآ لك. آآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيه تبديت العلاقة. آآ هيتحقق لك ان شاء الله. آآ في المستقبل. آآ شايفة بعد آآ رحيل. بعدكم في عندو العازبين والغير المرتبطين في عندك ارتباط. آآ بدت شايفت الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية. محافظ على مشاعرك شوية. مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده. يعني مش هتكون. لكن في علاقة ضواج وعلاقة ضواج فعيد كمين. آآ آآ في زواج. في زواج وبقوة. آآ في آآ زواج آآ ولا فيه رجوع على علاقة ازيمة. او ممكن يكون فيه رجوع على علاقة ازيمة. وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي. آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص. دي مش هترجع تاني. لكن فيه زواج. آآ بعد استشفاء. ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك. او ممكن الثرف التاني لو انت زعين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه. وبعد كده هيجي وهيكلمك. آآ فيه زواج. آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين. ممكن يكون عنده اختيارين. آآ محتار بينهم. آآ لكن هتقدر تقرر وهتقدر تختار. انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم. الاتنين حب والاتنين ارتباط والاتنين زواج. آآ فهينا القرار هيكون في ايه بك انت يعني. آآ بس حاور تطلع من حالة الحزن والاكتئاب. انت عندك حزن والاكتئاب. آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قريضي فيه عندك علاقة فعلا انفحت. يا لقى انفاية خالط انت حزين جدا بسببها. بس فكر بحكمة. آآ تفكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي خصل ده خصل ليه? آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد. آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمصيحة بتاعتك. آآ انك ما تتردتش. بليش تتردت? حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع. يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحال. حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك تنجحها. ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين. ما تنسوش اللايك والشير والسربيب. آآ وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. آآ شكرا للمتابعة ببرج العزراء.